موسيقى نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعنوين موسيقى صنعاء تؤكد أنها غير معنية بأي مبادرة غير مكتوبة وترفض اعتبار معركة مأرب في إطار تحسين شروط التفاوض موسيقى وزير الصحة اللبناني يرد على حملات التحريض ضد تزويد سوريا لبنان بالأكسوجين ويدعو إلى عدم الاستثمار في الموضوع موسيقى وسيول تؤكد أن الصواريخ التي أطلقتها بيونجيا قصيرة المدى ولوفروف يدعو إلى استئناف عاجل للمفاوضات في شبه الجزيرة الكورية موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل كدعض المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن الصنعاء ليست معنية بأي مبادرة حتى تصلها على نحو رسميا ومكتوبة الحوثي غرد على تويتر داعي النصر إلى التحقيق في جنوح السفينة في القناة لأنه لا يستبعد أن تعمل إسرائيل على اغتنام الفرصة لتنفيذ حلمها بفتح قناة جديدة إلى المتوسط في ظل مبررات كهذه مشيرا إلى أن إنشاء قناة جزء من صفقة القرن وهم يبحثون الآن عن مبررات لذا ستزداد الحوادث مستقبلا في هذا الممر وفق الحوثي رئيس وفدي صنعاء المفاوض محمد عبد السلام رأى أن الرد على العدوان وإيجاد حالة ردع مع السعودية يقربان توصل إلى الحلول السياسية على نحو كبير رفض وضع معركة مأرب في إطار تحسين شروط التفاوض وفي مقابلة تلفزيونية شدد عبد السلام على ألا خيار أمام اليمنيين سوى المواجهة لأنها الخيار الأشرف في ظل استمرار الحصار والعدوان وأكد أن المطلوب من السعودية وقف العدوان ورفع الحصار قبل الذهاب إلى بناء علاقات إيجابية قائمة على حسن الجوار أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دقة تصريحات خبيرة المنظمة الدولية نيس كالامار بشأن تلقيها تهديدا من مسؤول سعودي بارز المتحدث باسم المكتب الأممي قال إن التفاصيل الواردة في صحيفة الجارديان عن التهديد الموجه إلى نيس كالامار دقيقة وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت أن مسؤول سعودي هدد خبيرة في الأمم المتحدة مختصة بعمليات القتل خارج إطار القضاء إذا لم يجري تحجيمها فيما يتعلق بتحقيقها في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال وزير الصحة السوري حسن غباش للميادين إنه برغم الحصار على سوريا فان توجيه الرئيس بشار الأسد كان بتقديم المساعدة بـ 75 طن من الأكسوجين إلى لبنان ووصف غباش زيارة نظيره اللبناني حمد حسن لدمشق بالرسالة السياسية المهمة زيارة السيد الوزير إلى دمشق بحد ذاتها هي رسالة ورسالة هامة كما أشرت لها أيضا تعبير كبير هو جاء بصفته كوزير الصحة نظرا ليداءه ومهامه وإتمامه واجباته في محاولته لتأمين هذا الأكسوجين لمرضى جائحة كورونا ولكن هذه المكرمة المغزى أعتقد أنه تجاوز الحدود والمعنى أخذ أبعاد كبيرة لأهميته في هذه الظروف التي تضغط على سوريا وعلى النظام الصحي في سوريا نحن نعمل ولكن بصمت مع زملائنا وأشقائنا في كل العالم وهم يعملون معنا وعندما يحين الوقت المناسب وتتغير هذه الظروف قريبا إن شاء الله أعتقد سيظهر عمق هذه العلاقات وهذه الرواوط بيننا وبين أخوتنا وزير الصحة حمد حسن رد على بعض الذين حاولوا التقليل من الخطوة السورية فيما أكدت دمشق أنها لن تتوانى عن مساعدة بلد شقيق وجار تجري محاولات في لبنان للتقليل من أهمية المبادرة السورية الفورية من خلال إرسال شحنات من الأكسجين لمرضى كورونا وزير الصحة في حكومة الصيف الأعمال اللبنانية حمد حسن وبعدما عمد البعض إلى الالتفاف على المبادرة السورية توجه إليهم بكلام واضح والله لطف وبتمنى بهذا الموضوع ما يصير في استثمار اللي ما عنده مقابر من التفاصيل ما يدعي معرفي ما زال ما بيعرف إذا في معمل أو اثنين أو ثلاثة بلبنان مكلف منه يوصل رسالة سياسية بامتياز بالأسف خليه ملتهي بفتح عقصان كورونا اللي من أول الشائحة بعده عم بيعله ما عم بيعرف سوريا المحاصرة منذ سنوات طويلة والمكبلة بما يسمى بقانون قيصر الذي استجابت له بعض الجهات اللبنانية سارعت إلى مساعدة الجاري والشقيق على الرغم من عدم التواصل الرسمي بين دولتين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة بيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب كسر الحاجز وبادر الاتصال بالحكومة السورية وظل يتابع الأمر وطلب من حسن زيارة دمشق على وجه السرعة في بيروت سارعت شخصيات من قوى الرابع عشر من أذار لانتقاد خطوة وزير الصحة وجهدت لتحوير الوقاء على حساب نحو ألف مريض في العناية الفائقة الذين هم بأمس الحاجة للأكسجين ولا سيما أن كمياته المتوافرة كادت تنفذ لولا مسارعة دمشق ومن خارج الروتين الإداري أو الأعراف إلى تلبية نداء بيروت فالأكسجين السوري أبعد من مساعدة إنسانية ويثبت أن كل الضخ الإعلامي ضد سوريا على مدار عشر سنوات لن يغير في حقيقة التاريخ والجغرافيا بين بلدين جارين شقيقين يمثل العرض الذي قدمته موسكو لفتح ثلاثة معابر شمال سوريا ورقة سياسية لاختبار قدرة أنقرة وقرارها بشأن العودة إلى اتفاق خفض التصعيد وبروتوكول موسكو قراءة لدي مناصف ثلاثة معابر اقترحت روسيا على تركيا فتحها في سراقب شرقية إدلب ومعبر أبو الزندين ومزنار في ريف حلب الشمالي بين مناطق الجيش السوري ومناطق المجموعات المسلحة من أجل تنظيم دخول البضائع وخروج من يريد من المدنيين موسكو وضعت ورقة سياسية أمام أنقرة لاختبار قدرتها على الضغط هذه المرة على المجموعات المسلحة والنصرة من أجل إجبارها على العودة إلى اتفاق خفض التصعيد الذي يراوح مكانه منذ عام والمقترح الروسي بفتح المعابر ليس جديدا استضم سابقا برفض النصرة بمنع خروج المدنيين واحتكار عائدات المعابر التي تدر عليها آلاف الدولارات النصرة بحسب مصادر الميادين تسعى لعرقلة الاقتراح مجددا ما لم تكن طرفا في تنفيذه وبشروطها موسكو تحاول إنقاذ ما تبقى من بروتوكول عقدته مع الجانب التركي قبل عام من أجل إحياء اتفاق خفض التصعيد الذي يلزم المجموعات المسلحة بالانسحاب عن جانبي الطريق الدولي مسافة ستة كيلومترات وسحب السلاح التقيل منها وهو ما لم يحصل الغارات الروسية على تجمع النفط السولي المهرب من مناطق قصد قبل دخول الصهاريج لمعامل إنتاج المحروقات التي تملكها النصرة في إدلب الصواريخ أحرقت قرب سرمدة شمال إدلب ومعبر باب الهوى عشرات الصهاريج للمسلحين لإيقاف مصادر تمويل المجموعات المسلحة التي باتت تعتمد على النفط المهرب لتمويل نفسها ومسلحيها لتعويض نقص التمويل الخليجي في العراق تستمر عمليات ملاحقة فلول داعش في جبال مخمور في نينوى وفي محافظة ديالة تقرير عبدالله بدران لا تتوقف الضربات الجوية هنا مسلح داعش تقول القوات العراقية وهذه مكامنهم التي تستهدف بغارات جوية طبيعة مخمور وقرشوغ تؤمن كهوفا لخلايا داعش فهي المناطق التي تصنف من المتنازع عليها وأزمتها الأمنية كأزمتها الإدارية لا عائدية ثابتة لا هي إلى الإقليم ولا هي تخضع لسلطة العاصمة الاتحادية ما حدا ببغداد لتنفيذ غارات جوية عليها عملية الأسد المتأهب أدت إلى مقتله 27 مسلحا من داعش وتدمير 120 كهفة خلال 15 يوما نفذت خلالها 312 تضربة جوية تكون عملية واسعة وشاملة لكل العراق وأقصد المناطق المتوجد فيها داعش لكي لا يتم هروبهم من المنطقة التي يقوم فيها العمل التعرضي التكتيك الجديد كما تقول القوات العراقية مبني على نحو أساسي على العمليات الاستباقية وهو الخيار الذي لطالما نودي به كأسلوب مواجهة فعال مع داعش الضربات الجوية التي تستهدفه تقابلها عمليات تفتيش وتطهير تنفذها قوات الحجد الشعبي والجيش العراقي غرب الأنبار وشرقها عند منخفض الترثار المائي قمنا بحفر خندق طول حوالي 250 كم من منطقة طريفاوي في أقصى جنوب القاطع الحدود مع سوريا إلى منطقة ربيعة وتحديدا في شخابور طبعا كل هذا حقيقي حتى نمنع العدو من السلة وفي الميدان الاستخباري تؤكد الأجهزة الأمنية الرسمية أن عملياتها في ملاحقة فلول داعش تؤتي نتائجها فهي تقدم حصيلة يومية مرتفعة في عمليات إلقاء القبض على عناصر التنظيم العمليات العسكرية والأمنية في ملاحقة فلول داعش ليست نهاية المطاف في المواجهة التنظيم لا يزال قادرا على تحريك خلاياه والأمن العراقي ينتقل رويدا رويدا إلى موقع منافذ العمليات الاستباقية عبدالله بدران بغداد الميادين أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أن الكرة الآن في ملعب إيران وفي كلمة له من بروكسل خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو قال بلينكين أن السبيل أمام دبلوماسية أصبح مفتوحا الآن مشيرا إلى أن الكرة في ملعب إيران كانت مستعدة للعودة إلى سبيل الدبلوماسية والامتثال للاتفاق تابعوا النشر ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن التأخر في إحصاء نتائج الانتخابات الحقيقية سببه خلل بشري في لجنة الانتخابات النتائج الرسمية غير النهائية أظهر التراجع فرص بنيمينة نياهو في الحصول على الأغلبية كما أظهر التقدم للقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة في رسم صورة المشهد السياسي في إسرائيل لجهة تأليف الحكومة ومن سيترأسها الفصائل الفلسطينية في غزة أكدت أنها لا تعاول على ما ستفرزه انتخابات الكنيسة باعتباره وسيلة لتصدير التطرف وإلغاء الحقوق الفلسطينية تقرير أحمد غانم إجماع فلسطيني على أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية واحدة سواء أفرزت اليمين أو اليسار باعتبارهم جميعا نتاج مشروع احتلالي قائم على التطرف والإرهاب والتغول على الحقوق الفلسطينية نحن لا نعول على أي متغيرات داخل الكيان الإسرائيلي فهو عبارة عن مشروع احتلال الصهيوني والجميع كذلك يهدفون إلى تدمير الحق الفلسطيني وقامت هذا الكيان الصهيوني نحن نعول على المقاومة الفلسطينية المشروعة ووحدة وثبات شعب الفلسطيني في دحر هذا الاحتلال وتحرير أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الفصائل الفلسطينية شددت على أن هوية أي حكومة إسرائيلية مقبلة لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال باعتباره كيانا سرطانيا يجب مقاومته مؤكدة أنها لن تؤثر في المسار النضالي الفلسطيني ضد الاحتلال وسياساته العنصرية الانتخابات الإسرائيلية لن تفرز سواء ائتلاف لقوى يمين مستمر في السياسة الاستيطان والتهويد والقتل والتنقر للحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتالي علينا الاستنهاد همام شعبنا والمقاومة بكافة أشكالها بما يخلق ميزان قوى على الأرض قادر أن يواجه هذه السياسة اليمينية الاستيطانية فوز اليمين المتطرف في إسرائيل يعني بحسب مراقبين توجها إسرائيليا نحو مزيد من الإرهاب والعدوان نحن أمام موجة عنصرية تغلق الأفق الكامل أمام أي عملية تسوية سياسية مع دولة الإحتلال وبالتالي لا يمكن مواجهة اليمين المهيمن على السياسة الإسرائيلية إلا بقرار مواجهة فلسطيني ووحدة فلسطينية استعادة الوحدة الوطنية بشأنه قطع الطريق على مشاريع الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية يسارا متطرفا أو يمينا أكثر تطرفا ستفرز انتخابات الكنيسة بلا شك لكن الأهم بنظر الشارع هو تعزيز القوة الفلسطينية وتمكينها لمواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية ومخططاتها الاحتلالية أحمد غانم غزة الميادين في محاولة منها لعرقلة سير الانتخابات الفلسطينية شنت إسرائيل حملة اعتقالات طالت عشرات القادة الفلسطينيين في الضفة لمنعهم من الترشح نسرين سلمي حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة استهدفت قيادات في حركة حماس وأخرين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيما وصف بأنه محاولة إسرائيلية لتدخل في سير الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في أواخر أيار مايو المقبل المدن الفلسطينية شهدت خلال الأسبوع الماضية اقتحامات واسعة بعضها أدت لاعتقال نقابيين وقيادات طلابية ونواب سابقين منهم الشيخ جمال الطويل الذي اعتقل لساعات ومن ثم أفرج عنه وهي محاولة من محاولات الاحتلال لكي يعبث بوضعنا الداخلي ويسعى إلى تشكيل المشهد الانتخابي القادم وفق أهواء إسرائيل لم تكتفي باعتقال المرشحين المتوقعين وإنما هددت البعض الآخر وطالبتهم بالبقاء في بيوتهم يوم الانتخابات وبعدم مغادرتها لإعاقة محاولات الفلسطينيين ترتيب بيتهم الداخلي واستعادة وحدتهم خصوصا بين فتح وحماس الاحتلال يستهدف عملية الانتخابات في الأراضي الفلسطينية خاصة بأن الاحتلال قام بعمليات اتصال مباشر وتهديد لشخصيات قيادية من حركة حماس والذين تحدث لهم بشكل واضح بأنكم ستلاحقون وتعتقلون في حال شاركتم في الانتخابات أو ترشحتم ويشار إلى أن إسرائيل اعتقلت في شهرين كانون 2 يناير وشباط فبراير الماضيين أكثر من 600 مواطن من أنحاء الضفة الغربية إسرائيل كدولة احتلال تشكل لاعبا أساسيا في الانتخابات الفلسطينية فهي من سيقرر إذا ما كانت الانتخابات ستجري في القدس أم لا نسر سلمي رام الله الميادين في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الاستناف العاجل للمفاوضات لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية لقد ركزت على نحو خاص على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية وهذا يعني أن جميع الدول المعنية بحاجة إلى التخلي عن سباق التسلح وتصعيد الأنشطة العسكرية بأي شكل من الأشكال إنني أعرب عن قلق العميق بشأن إطلاق كوريا الشمالية لما بدأ أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى بينما تبذل حكومتنا جهودا مختلفة لمتبعة التوصل إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية توكيون تقدت خطوة بيونج يانج بإطلاقها الصاروخ وعدتها تهديدا لأمنها هذا تهديد لأمن بلدنا ومنطقتنا وهو خرق للقوانين الدولية ونحن سنحتاج بشدة على الأمر أنا مصمم على التعاون الواثيقي مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لحماية أمن شعوبنا دعا المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يانكوبيتش مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الدولي للسلطة التنفيذية الليبية محاضرا من استمرار الكثير من التنظيمات الإرهابية في ممارسة نشاطها داخل البلاد اتفاقية وقف النار صمدت لكن الأنباء تتحدث عن تحصينات وإقامة مواقع دفاعية على امتداد محور سرط الجفرة وسط ليبيا فضلا عن استمرار تواجد قوات أجنبية وتواصل مجموعات إرهابية مثل داعش وغيرها نشاطها في البلاد من المهم مواصلة تقديم الدعم للسلطات من أجل معالجة هذا التهديد المتواصل والعمل ضد الإرهاب العالمي وضد المجموعات المسلحة التي تعبث باستقرار ليبيا وباستقرار منطقة الساحل خلافات مكتبي مجلس نواب الشعب التونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى التساع تقرير يلقي الضوء لمراد الدلنسي مشاهد الفوضى والتعطيل أصبحت ملازمة للمشهد البرلماني تتعدد الأسباب لكن النتيجة واحدة وأطراف الأزمة هم أنفسهم آخر التطورات كانت منع إداريين في البرلمان للنائبة عبير موسي من استعمال مكبرات الصوت مكتب مجلس نواب الشعب الذي يرأسه رئيس المجلس راشد الغنوشي وفي سابقة هي الأولى قرر منع رئيسة الدستورية الحر من أخذ الكريمة في ثلاث جلسات متتالية رغم ما قاعد يتفرج فيه العالم الكل والنياب جزء من هذا العالم لا أظن أنه كان يراقض في كهف ورغم الشيكايات التي وصلتها والمساجلة في مكتب الضبط عنها المحكمة إلى حد لم تحرك ساكنا والمطلوب أن النياب العمية تتحرك من أجل تطبيق القانون اتحاد الشغل دخل على خط الأزمة عبر تجميد الصفة النقبية للموظف الإداري في مجلس نواب الشعب الذي منع عبير موسي من استعمال مكبرات الصوت وفي ظل إصرار الغنوش على المضي قدما في معاقبة رئيسة كتلة الدستورية الحر لمح نواب متعاطفون مع عبير موسي إلى أنهم لن يلتزموا من هنا فصاعدا بالنظام الداخلي التشويش الذي قاعد يتم هذا في إطار توزيع الأدوار بين الأطراف من أجل الاحتفاظ واستمرار الاستقطاب الثنائي وهذه منتفعة منه الأطراف التي داخلها في هذا الاستقطاب الثنائي فوضى البرلمان التونسي ورغم أنها مستمرة منذ أشهر لأنها بدأت تأخذ أبعادا جديدة حيث يعتبرها البعض صورة مصغرة للأزمة السياسية الشاملة التي تعيشها البلاد بعد القرارات التي اتخذها مكتب مجلس نواب الشعب ضد كتلة الدستوري الحر التي تهدف إلى منع الفوضى داخل البرلمان يبدو أن رئاسة المجلس قد قررت التصعيد في مواجهة هذه الكتلة وهو ما يعني أن مسلسل الفوضى داخل البرلمان سيتواصل مراد الدلانسي تونس الميادين في الختام هذا تذكير بأبرز العنوين صنعات تؤكد أنها غير معنية بأي مبادرة غير مكتوبة وطرفض اعتبار معركة مأرب في إطار تحسين شروط التفاوض وزير الصحة اللبناني يرد على حملة التحريض ضد تزويد سوريا لبنان بالأكسوجين ويدعو إلى عدم الاستثمار في الموضوع وسيول تؤكد أن الصواريخ التي أطلقتها بيونجيان قصيرة المدى ولافروف يدعو إلى استئناف عاجل للمفاوضات في شبه الجزيرة الكورية المزيد من الأخبار تجدونها على موقع الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت ولمتابعينا باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة